تضارب أراء الأحزاب التونسية حول تكليف يوسف الشاهد لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد تكليف الرئيس التونسية الباجي قايد السبسي يوسف الشاهد تشكيل حكومة وحدة وطنية خلفا لرئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد الذي حجب البرلمان عنه الثقة الأسبوع الماضي تبينت أراء الأحزاب السياسية في البلاد بين مؤيد ورافض للشخصية المكلفة أن هذه المبادرة في حقيقتها لم تكن إلا بهدف إيقالة رئيس الحكومة معاش مرغوب فيه ومعاش يستجيب للمواصفات اللي يبتغيها رئيس الجمهورية والإتيان برئيس الحكومة الجديد هو في حقيقة الأمر مقرب لرئيس الجمهورية هو ينتمي لحزب رئيس الجمهورية واعتبرت الأحزاب السياسية التونسية أن رئيس الحكومة الجديد يجب أن يكون ذو شخصية وطنية غير منتمية لأي حزب فيما اعتبر آخرون أن سبب معارضتهم هو رفض مناقشة الأزمة التي تعيشها تونس قبل إقالة الصيد نحن رفضنا إذن الدخول في هذه المشاورات لأنها ثم رفض من طرف رئيس الدولة وبقية أطراف الائتلاف الحاكم رفض لمناقشة أسباب الأزمة التي تعيشها تونس كذلك ثم رفض لتحديد المسؤوليات بل وثم محاولة لتوزيع هذا الفشل على كل الأطراف واتضح بالملموس في نهاية الأمر أن الهدف من كل هذه المشاورات هو الحصول على تأييد لإزاحة الحبيب الصيد من رئاسة الحكومة هذا ويشكك مراقبون في قدرة رئيس الحكومة المكلف على محاربة لوبيات الفساد التي يرون أنها باتت تسيطر على سلطة القرار في كبرى الأحزاب في تونس ترجمة نانسي قنقر